الى ذلك تواصل ميليشيات الحوثي حرمان الاف الاسر الفقيرة من المساعدات الانسانية من خلال استمرارها في نهب تلك المساعدات ومصادرتها وبيعها لمصلحتها وترك الشعب المنكوب يواجه خطر الموت جوعد 17 مليون يمني اي 60 بالمئة من اجمالي عدد السكان لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة لكن الطامة الكبرى متمثلة في استغلال ميليشيات الحوثي للمعونات الاغاثية التي قد تسد رمق بعض الاسر المحتاجة بتخزينها ومن ثم بيعها للتجار بعد فرض الاتاوات عليهم وذلك في اطار ما يعرف بالمجهود الحربي سياسة الحوثي التجويعية والابتزازية للمواطن كما جرت العادة في حالات كثيرة عكسها تقرير حقوقي صدر مطلع ابريل الجاري واكد ان كميات كبيرة من المواد المقدمة للأهالي كمساعدات انسانية من منظمات الاغاثة جرى مصادرتها وتخزينها من قبل الميليشيات كما تم توثيق تراخيص مرور اصدرتها وزارة داخلية الحكومة التي تسيطر عليها الميليشيات لتجار اشتروا منها مواد اغاثية وارادوا ادخالها وبيعها في المحافظات الاخرى لتصب تلك الاموال في جيوب نافذين وشخصيات مقربة من الجماعة الميليشيوية سجل الحوثيين حافل بالكثير من ممارسات الكسب الرخيص حيث قامت الميليشيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي بمصادرة شحنات المواد الاغاثية والمساعدات الانسانية الخاصة بالمواطنين من ابناء محافظة اب وسط اليمن وادعتها في مخازن خاصة تابعة لها ولم يتوقف اجرام تلك الميليشيات عند نهب المساعدات الغذائية بل تعدى ذلك ليشمل نهب ومصادرة المواد الاغاثية الطبية وعلى وجه الخصوص علاجات مرض الفشل الكلوي حيث بات خمسة وعشرون بالمئة منهم يتهددهم خطر الموت رغم ان نجاة الالاف منهم متوقف على توافر علاج غسيل الكلا دون انقطاع في مقابل ذلك الاعتياش الدني من قبل عناصر عصابة الحوثي التي ازداد الثراء حرمت الاف الاسر من المساعدات الانسانية من قبل الميليشيا التي اظهرت التعجب والدهشة اواخر العام 2014 ممن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفا